في بعض الأحيان ودي حاجة ما بتحصلش كتير وبالذات بعيدا عن كرة القدم في لعيبة بيعملوا أو بيوجدوا نجومية للرياضة نفسها مش العكس ده حصل مع ضفنا اللي منورنا عمر أسر نجم النادي الأهلي ونجم المنتخب مصر في تنس الطاولة واحد من الأسماء اللي نقدر نقول عليها وإحنا يعني فعلا ما فيش أي صيغة مبالغة في الكلام مش هارفين نجام صباح الفل عليك صباح الخير سعداء بوجودك معنا مليون مبروك على كل الإنجازات المتتالية اللي فعلا بتسعدنا كلنا كمصريين أهلا بيك عمر أهلا بيك وصباح الخير عليك وعلى كل الأهلوية صباح الفل يا عمر وعايز أقول لكم على الحاجة أنا أول مرة طبعا أنا وكريم نقابل عمر على الحقيقة بس فيه إحنا يعني أخبارك بنقولها على طول في البرنامج لكن أول مرة نقابله على الحقيقة بجد والله فيه ناس أول متقابلها فيه positive energy ويحس أنهما ناس من جواها حلوة يعني زي ما بتقابل بجد شخصية positive جدا والشخصية positive تبقى شخصية إلى حد كبير برضو نجحة خلينا نبدأ بالسي في بتاعك عمر بس بالبداية أنت دخلت النادي الأهلي عندك تسعة سنين صح كده نبدأ بقى من الرحلة كده لغاية عمر عصر اللي هو البطل اللي حاصل بطولات عديدة جدا اللي مشرف الأهلي ومشرف مصر خلينا نقول كمان وده حق بصراحة ليك أنا الحمد لله جيت النادي الأهلي صغير جدا ودي حاجة أنا بعتز بها لأن لما أنت بتوصل النادي الأهلي في سن الناشئين بيبتدي أن أنت تتربى عندك عادات وأخلاقيات معينة ممكن هيبقى صعب أنت تكتسبها لو أنت جيت في سن كبير صح فالحمد لله زي ما أنت قلت في تسعة سنين وأخويا خالد عصر كان سبع سنين جاء النادي الأهلي ونقلنا عائلتنا كلها من مدينة دسوق للقاهرة عشان نيجي النادي الأهلي فقط للسبب ده وكانت من أفضل الحاجات اللي حصلت لنا في حياتنا والأثر بتاع النادي الأهلي علينا سواء بقى في الرياضة أو حتى خارج الرياضة هو أثر إيجابي جدا وحاجة كبيرة جدا نحب نعتز بيها قعدت في النادي الأهلي من تسعة سنين لغاية 14 سنة لغاية لما ربنا وفقنا وفوزنا بالدوري العام مع النادي الأهلي بعد غياب الدوري لمدة أربع سنين متتالية وكان ساعتها الأهلي قال لأ أنا هلعب بالناشئين عشان إحنا عايزين ندي لهم فرصة وكان الحمد لله فعلا قرار سليم جدا وكسبنا مع النادي الأهلي بعد كان النادي الأهلي قرر أنه يديني فرصة تحتراف غالية جدا أنت لها رحلة الاحتراف بتاعتك جديرة بالتوقف عندها شوية لأن نحن نتكلم أن من دسوق للنادي الأهلي لا ده الحكاية بعد كده تخطت الحدود القطر المصري ومن دسوق لسويد وفرنسا وفين كمان يعمل؟ ألمانيا حاليا حاليا في ألمانيا حاليا في نادي دوسلدورف ألمانيا ودوسلدورف تعتبر هي من عواصم تنس الطاولة في العالم نادي بروسيا دوسلدورف من أكتر الأندية حصولا على الألقاب في العالم كله أكتر نادي حصولا على الشامبينز ليك في النس الطاولة دي حاجة برضو من الحاجات اللي أنا مبسوط قوي نحن نارده مع بعض عشان جمهور النادي الأهلي ما شاء الله جمهور مثقف جدا يعني تلاقي ناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا متابعاني وأنا بلعب ماتشات شامبينز ليك بره حتى مع النادي الألماني أو حتى لما بنيجي نقابل أندية تانية في فرنسا أو في روسيا ألاقي دايما صفحات النادي الأهلي بالتابع والمباريات ودي حاجة أعتقد أنهي نادرة الحدوث يعني في مصر عبا حتى معنا تقريبا في برنامج تقريبا كل يوم يعني من غير متوقع وقت دي لك أنت خبر ثابت معنا بقالنا فترة دي شرف لي والله شرف لي وربنا ده شرف لي نحنا وحقيقي حاجة تسعدنا كلنا فضل ولكن عايز أقول أن متابعة الجمهور النادي الأهلي متابعة مسؤولين النادي الأهلي حتى وانت خارج مصر وبتمثل أندية تانية دي حاجة أعتقد أنهي نادرة الحدوث جدا يعني حتى المسؤولين في النادي الأهلي يعني لسه في بطولة من أسبوع خلصانة كانت بطولة قوية جدا وإحنا ما كناش مرشحين في الفوز كانت في ليجوس في نيجيريا ومصنف الأول على البطولة قم عشر على العالم وأنا بمثل منتخب مصر لما ربنا وفقني الحمد لله وفزت أول رسالة جاءت لي كانت من كابتن خالد العوادي مدير نشاط الرياضي بيقول لي عمر أنا كنت أتفرج على الماتش وأنت يعني علتلي ضغطي كابتن خالد أصلا من الشخصات المحترمة جدا بصراحة هو السابورتيف قوي جدا لأنه هو كان لاعب مميز في النادي الأهلي كورة يد فعشان كده هو حاسس إحاس أنك انت بتلعب في أفريقيا فينال ومش في أرضك وتلاعب واحد تاني وسط جمهوره مع منتخب مصر وتقدر طبعا علاقتي بكابتن خالد علاقة طيبة جدا وكمان مع مسؤولين النادي الأهلي اللي هم دايما بيتابعوني كابتن خالد المرتاجي طبعا على رأسهم كابتن محمود الخطيب طبعا لأنني أريد أقول لك على حاجة أنا مكنتش أحترف لو كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حاملدي ربنا نديره صحة ما كانش سمحولي أن أنا أطلق يعني إحنا قعدنا أنا فاكر الاجتماع ده اجتماع ما حدش يعرف تقريبا القصة دي يعني إحنا فوزنا الحمد لله بلقب الدوري وأنا كان عندي 14 سنة وأنا لعبت ماتش الفين وربنا وفقنا الحمد لله وفوزنا بعد غياب فترة كبيرة وبعد كده دكتور علاء مشرف قرر أنه يكافئني بشكل خاص فتاني يوم روح نادي أهل الجزيرة وأعدت مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي عشان يكرموني بشكل كده عائلي الشق المعنوي بيفرق كتير جدا فرق يعني أكيد معاك وقتها طب إيه الحديث لو أنت فاكر اللي دار وقتها أنا فاكره أكد مبارح أنا فاكر كابتن محمود كان دايما بيديك النصايح أو دايما كانت نحوم بيحب اللعب الصغير يبقى دايما رجله على الأرض يعني دايما فيه تواضع يعني يقول لي ما تفرحش أن أنت حققت لقب في الرجال ده حاجة حصلت خلاص في الماضي عايزين نشوف إيه اللي جاي ودايما تفضل متواضع ودايما تفضل علاقتك بربنا سبحانه وتعالى أولا قوية تاني حاجة علاقتك بأهلك تالت حاجة علاقتك بالناس اللي بيحبوك حواليك علاقة طيبة مهما أنت ربنا كرمك وداك لما هم دول الناس اللي كمان هيسندوك في وقت الخسارة أو في وقت الضعف أنا فاكر كلام كابتر محمود كان حاجة تأكيد هل تقول الناس طيبة لأن أنت شخصيا إنسان طيب شكرا لأن ما شاء الله عليك حقيق جد حاجة تساك وساعتها أنا يعني خرجت شوية عن إطار الجلسة وطلبت من كابتر محمود قلت لك يا محمود أنا جايلي فرصة ذهبية أن أنا أطلع السويد منحة هتكون لمدة ستة شهور وأن أنا اللي هيدربني بطل عالمي سويدي ودي حاجة ما بتحصلش يعني نادرة الحدوث فهو قال لي يا عمر ربنا يوفقك وإحنا مش هنقف بالعكس ده إحنا هندعمك وكافتن حسن حمدي قال نفس الكلام وخدنا موافقة فورية من الناد الأهلي بدون الانتظار إلى يعني إجراءات روتينية وحاجة زي كده ببساطة قال لي اتفاضل وإنت لما ترجع مصر إحنا هنا بيتك وده اللي بيحصل الوقت بلعب كل صيف الحمد لله مع النادي الأهلي وربنا بيوفقنا ببطلات ده حاجة محترمة جدا لأن فكرة هنا أن النادي بقى مقدر اللعيبة عنده وعارف أن مستقبلهم وعلى فكرة برضو إنعكساتك جات بعد كده يعني عن نادي الأهلي بالإيجابية بشكل كبير يعني انت خدت فرصة وفي نفس الوقت انت اديت فرصة للنادي الأهلي يعني كانت وين وين سيتيواشن زي ما بتقال بس برضو رغم ده مش كل النوادي بتعمل كده لكن ده النادي الأهلي هيدي نقطة بجد وده بقول الله العظيم ليست حبا أو تحيوزا بس ده الحق يقال لأن النوادي كتير جدا بيبقى عندها أبطال لو راحوا فعلا يعني سفروا احترفوا ورجعوا هيفرق معهم كتير جدا بيرفضوا قولك لا انت تبدل عندي فده ممكن يقضي على حياة اللعب بعد كده أكيد والنادي الأهلي بتهيقلي عنده عايز يعني ألاقي التعبير الصح يعني وعنده الرفاهية أنه هو ممكن يتحمل بعض الخسائر ولكن بعض الغيابات الألقاف صح اللي هي قصيرة المدى مقابل أنه عنده رؤية بعيدة المدى أنه بيقولك أنا بجاهز فريق ممكن يكسب لي سنوات وسنوات على المجال المحلي وده اللي بيحصل بالفعل اليومين دول بالمناسبة الاحتراف أضاف لك يعني ايه اللي استجد عليك وبعدين أنا بتكلم كمان على الصعيدين الرياضي والشخصي لأن أكيد فكرة أن أنت تبقى عايش لفترة في دول زي السويد وزي ألمانيا وزي فرنسا أكيد فيها مكاسب ما ايه هي بقى؟ شوف كريم هبدأ لك بالجانب الشخصي لأن ده مهم جدا النظرة بتاعة العمل نفسه اتقان العمل دي من الحاجات لو أنا هنقي حاجة واحدة فقط هنقيها هي إن إزاي الدرجات دي طغية هناك ومهمة بزبط وفرق بينها وبين البيئة الرياضية الموجودة في مصر فرق كبير هو بينظر لتنس الطاولة بشكل خاص إنه هو عمل ليه عدد ساعات معينة ليه جودة معينة في التدريب ليه إعداد بدني وإعداد فني وإعداد نفسي على مستوى فني أو على مستوى عالي جدا من الجودة مش فقط يعني مجرد وجودي في صالة التدريب لمدة ساعتين أو ثلاثة كافي لأ إيه إيه البرنامج التدريب اللي أنت بتتبعه دي حاجات أنا كنت محظوظ اللي أنا شفتها بار على مستوى عالمي بولت كلاس فعلا بحيث أن أنا لما جيت مصر هنا وبتضرب في النادل أهلي فدايما كابنقشع فتاحة كابنقشع في صبح لغاية دلوقتي بحيث أن نتبادل الطرق التدريبية ونتبادل الطريقة ونتبادل حاجات بحيث ما هو الهدف النهارد نادل أهلي لما يسمح لك أن تطلع عبارة هو الواجب دلوقتي علينا نحن نرجع ونوري اللي احنا تعلمنا للفريق الصغير بحيث أن يطلع نجوم تانية وتكسر اللي احنا عملنا يعني يببو أفضل مننا إن شاء الله فدي من أول حاجات اللي أنا كنت محظوظة أنها تعملها إتقان العمل في الجانب الرياضي برضو في أكثر من حاجة بالذات الإعداد البدني ده غايب شوية عندنا في تنس الطاول الناس بتبقى هي مكتفية أن هي ماشاء الله تالنتد وموهوبة فقط فنيا فبيغيب عليهم الجانب البدني ونحن عندنا الجانب البدني في غاية الأهمية أولا عشان تقدر أنك أنت تقدي بمستوى ثابت طول السنة ما يبقاش عندك إصابات متكررة نهاردة لعبنا بطولة مع الناد الأهلي دولة الأندية العربية أقوى بطولة في الموسم لماذا؟ لأن الأندية القطرية والأندية السعودية والكويتية بيجيبوا لعيبة طوب 20 أفضل عايشين لعب على العالم لأنهم عندهم إمكانيات هائلة الأهلي يقولك لا أنا هلعب بأولادي لا أعجب أحد أنا لا أعجب أحد أنا لدي أولادي وعندي أصنفين تصنيفهم العالمي طوب 20 لا أنا هجيبهم فبعد الأوليمبيك الأخيرة أنا مبسط جدا أتكلمني الدكتور مهند ماجد لأننا مصر مع بعض في أكثر من دورة ألعاب أولا دورة الألعاب الأفريقية في موزنبيق وبعد كده علاقة صداقة جميلة دكتور مهند قال لي يا عمر دورة الأندية العربية الأخيرة مهمة قوي بالنسبة لنا الأندية جايبة محترفين على مستوى كبير وأنت محتاج أنت تكون معنا لكي إن شاء الله ربنا يكرمنا باللقب والحمد لله رحنا هناك في الأردن ومفيش محترف جاب مباريتين في الأهلي كل مباريات الحمد لله ثلاثة واحد وكسبنا كل مباريات بدون أي صعوبة جميلة يعني حاجة جميلة جدا خلصنا المباراة محمود الخطيب كلم كل واحد في التليفون ألف ألف مبروك وكانت حاجة بجد من الحاجات يعني يتوضل دايما في ذاكرتنا أنت جايب المضرب والكورة أصلا هو ده المضرب بتاعك ده المضرب بتاعك هو ده اللي بيحقق لنا البطولات ده كلام محترم جدا وهو بيفرق بقى المضارب يعني أنا بس ده سؤال أنا اللي عايز أعرفه يعني بتفرق بقى في الحجم يعني فهمنا برده هو طبعا ده سؤال مهم لأن معظم الناس فاكين أن المضارب كلها واحد لكن ده طبعا كل مضرب بيبقى مناسب لطريقة اللاعب فيه لعب بيعمل لعبه للدفاع شوية فما يقدرش ممكن يلعب بمضرب كده أنا اللاعبي ممكن لكن الوزن ثابت بيكون؟ لأ برضو الوزن بيختلف الوزن يمكن أنا هقول لك مسلا ببساطة أن كل مسلا موزن المضرب بيزيد كل ما قوة المضرب بيزيد ده خيال أنت بتضرب حاجة بحاجة وزنها تقيل فبتكون ضربة قوية طبعا في نفس الوقت برضو درجة الصفتنس والهاردنس بتاعة المضرب كل ما المضرب بيكون يعني بتعبير برد شوية ناشف كل ما الكورة هتبقى أسرع ودي برضو من الحاجات اللي ناس برضو ممكن تبقى واخدة بالها منها بالذات وهم بينقوا لولادهم الصغيرين بالذات لما يبقى عند مثلا أب أو أم بيختاروا لولادهم سن صغير لازم يلعب بمضرب يكون صفت شوية بحيث أنه يسمح لولادهم أن هم يتعلموا المهارات بشكل كويس طب والسود والأحمر ده لي بقى؟ لا دول الألوان السابتة المتحدة الدولي نقررها معظم الناس بيلعبوا فورهند بالأحمر وباكهند بالاسود أنا بعمل العكس بش عارف ليه تفاول المضرب ده عايزينه زي ما هو طالما ماشي ما توقفاش لو أنت بتلعب بمواصفات معينة للمضرب لازم اللي معاك يبقى كده؟ ولا كل واحد حر يلعب زي ما هو عايز؟ لا كل واحد حر يلعب زي ما هو عايز بالطريقة اللي تناسبه ويمكن عايز لك حاجة من أكتر الحاجات تدفع في الفترة الأخيرة هو أننا كنت دائما بلعب بمضرب باسم لاعب صيني لأننا لدينا معظم أو يمكن 99% من المضارب باسم لاعبين أسيويين مكتوب عليها بالصيني وليهم ستايل شديد الخصوصية حتى في مسكة المضرب وطريقة الضربة نفسها جينا بعد أولمبياد توكيو وقرأ أنه يبقى فيه مضرب مكتوب عليه عمر ومكتوب عليه ده بعالم مصر أحمر وأبيض وأسود ويبقى يعني مضرب أنا بلعبي باسمي فدي حاجة من أكتر حاجات اللي بديتني دفع كبيرة قوي أننا يعني يبقى فيه حاجة مكتوب عليها بالعربي يعني حسنت حمد الله إن شاء الله ممكن يبقى دفع للناشئين إني أقول لك أنا لو ربنا إن شاء الله وفقني ممكن ألعب باسمي وإنت يلعب باسمك وبعليه يعمل اسم وبقى برده زيك تبقى حلو ده جدا طب عمر بنحب دائما لما نستضيف حد من أبطالنا نتكلم عن كل الجوانب يعني برده رحلتك في فكرة هنا الاحتراف وفكرة الرياضة والتدريب ونحية الثانية الدراسة وغيره ودلوقتي أنا شايف أنت تجاوزت برده يعني الجانب الشخصي بتاع عمر برده الجماهير بتحب تعرف أكثر طبعا التوازن الرياضة والدراسة لازم يحصل إلى مرحلة ما مش عايز برده أقول كلام غير واقعي في ناس كيلي يقعد يقول لك لأ أنا بعرف أعمل توازن الرياضة لا بيجي لك فترة بتبقى أنت عايز تنافس على مستوى عالمي فلازم أنه لتضرب لعدد ساعات كتيرة فممكن تيجي شوية على العدد ساعات بتاعت الدراسة طبعا إحنا كان عندنا في العيلة شوية أحلام عايز أقول أنها غير واقعية والديك دايما أنت تقول لي عايز شوك دكتور أقول لها مش عينبع أكون دكتور وأكون بطمارم بالطريقة دي فهما بعد فترة الأهل بيتفهموا ويجبون الحاجات برضو اللي احنا عايزينها إن شاء الله لازم الأهل يكونوا بيسمحوا للمواقل لو فعلا موهبة في أولادهم أنهم ينموها عشان ممكن هو يكون مستقبله في الرياضة يكون زي مثلا ما يكون إن شاء الله برضو دكتور ناجح يكون لاعب ناجح فأنا كان عندي دايما أمل أو دعاء إن أنا عايز أكون لاعب محترف تنسة طولة فقط هو ده اللي أنا بعمله فقط فالكتور كله كان على هذا؟ مزبط إنت درست إيه أصلا؟ درست في الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا في شارتون مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار اللي هو رئيس الأكاديمية حاليا وهو حاليا دكتور إسماعيل هو بارتنر يعني هو بيرعاني لغاية إن شاء الله الأولمبياد اللي جاية عرفة من الحاجات الجميلة جدا طعلا نرجع كنين بني لجواز صحيح أيوة صحيح هيحصل لي مشكلة الجوازة وقعت مني عمر أنا الجوازة وقعت مني ده لازم ما تقع واختيارك فعلا كان لأ قابلك بالعريس الاختيار أصلا برضو حد رياضي صح أنا بصراحة كنت موافق جدا يعني لما روحت ألمانيا تعرفت على مراتي هي كانت بتلعب في منتخب ألمانيا للفروسية وحصلت معهم على بطولة أوروبا وبطولة العالم فهي رياضية محترفة جدا لذلك قلت لي يعني هيبقى صعب إن أنا أتطلع لمستواكي أنت مستواكي عالي قوي وهي حاليا متخصصة في السبورت سايكولوجي فهي كمان بتساعدني جدا كمان في التحضير النفسي للرياضة بشكل عام حصلت كمان على الدكتوراه في السبورت سايكولوجي وإحنا نستضيفها بقى معاك يا عمر النورة الجيلة بجد والله وإحنا الألماني بتاعنا هيبهرها اسمع مني حتسمع مني أنا مفردات معدتش عن أودانها قد كده أنا كنت معاك أنا هي بتناقش الدكتوراه بتاعتها كنت فخور جدا بيها وهي بتحصل على الدكتوراه بتاعتها من يعني في 2020 وربنا الحمد لله رزقنا بطفل جميل اسمه نوح أكيد جينات يا أستاذ أنا كنت عايز أسألك على يومك اللي كنتم تقضيف في ألمانيا بس خلاص كده واحد يقدر يستنتج جزء من يومك كان عامل ازاي ترامل حكاية خاتبت بجوازة بس انت قبل كده كان يعني يعني من اول ما تصحى عايزين نعرف الناس حياة الرياضي المحترف في الخارج بتكون عاملة ازاي انا برضو محظوظ ان انا موجود في ألمانيا ألمانيا هم الفريق التاني على العالم بعد الصين طبعا احنا عندنا تصور هو تصور صحيح ان الألمان هم حريقة شغل ودائما يقولك المكينة الألمانية وده حقيق صعب قوي انك تنافس الألمان في عدد ساعات الشغل وعدد واتقنهم للشغل وده من الحاجات اللي رفعت جدا من مستوى التدريب الفني والبدني بالذات البدني الألمان عدد ساعات الجيم عندهم مرعبة عدد ساعات الجارية عندهم مرعبة هم في حالة بدنية اعتقد ان هم الافضر في العالم بدون اي مقارنة طول السنة عندهم نفس الطريقة فالحمد الله أنا المدارب بتاعي حاليا المدارب الألماني البدني هو حاصل على ثلاث مديليات أولمبية مع اللعيبة بتاعه فعشان كده أنا لما جئت تعاقدت معي الحمد لله بردو بيدعمني للتأهيل الأولمبي وديم الحاجات بردو نادلة الحدوث جدا ان النادي يدعمك في البطولات كمان المنتخب بشكل فردي وحبشكون ناد الأهلي جدا على الموضوع ده فلما أنا النهاردة قدمت لنادي الأهلي المشروع وكلمت حتى مع أمير توفيق وكلمت مع كابتا خارد العودي على طرق البحث ازاي الواحد يستعد للأولمبيكس بشكل لائق يعني فقالوا لي أنت عايز مدربين اي فورطوله أنا عايز المدرب ده لأنه حاصل على مديليات أولمبية بالفعل وعايز المدرب الصيني ده لأنه حاصل برضو على مديليات أولمبية والاتنين هنعيش مع بعض في ألمانيا مع المنتخب الألماني ويحصل تمرين بشكل برايفت وكمان معايشة مع المنتخب الألماني وده أفضل السيناريوهات الممكنة اللي ممكن تحصل اللي حصلت قبل توكيو بالفعل وإن شاء الله مستمرة معنا لغاية لما ربنا إن شاء الله يكرمنا بشكل كبير فهرجع لسؤالك اليوم بيبتدي بأولا التدريب مع منتخب ألمانيا صباحي وبعد كده بيحصل فترة راحة وبعد كده بيحصل تدريب بدني وبعد كده بيحصل ثاني تدريب مع منتخب ألمانيا الفترة المسائية فيعني المجمل كله بيكون من خمس لسبع ساعات يوميا داخل فيهم تدريب فني وداخل فيهم كمان تدريب بدني وفي يوم واحد بيكون فقط للراحة هو يوم الأحد ولكن الألمان ما بيريحوش بيتمرنوا برد يوم الحضر بردو بيعرفوا يعني يستمتعوا بالحقيقة الشغل بس بيبقى صعب بردو يعني يعني أنا شخص عائلي جدا يعني أنا دايما في البيت يعني أحب دايما حتى صفح قبل التمرين أخد ابني ودي الحضانة وفي وسط التمرين في البريك أجيبه من الحضانة وحاجات دي حتى بعملها حتى لو في حد تاني ممكن يجيبه أو عندنا كده بس أنا بشوف أن علاقتي دايما في البيت لازم بحاول تكون قوية لأن احنا ظروف صفارنا بتكون كتير قوي برافا عليك فبحاول أنا أستثمر الوقت اللي أنا موجود فيه في ألمانيا اللي أنا أخد مية في المية أن أنا أكون موجود في البيت وقوي علاقتي الأسرية بحيث أن أنا يحس برضو أن فيه ظهور شوية أو فيه دور بحاول أن أنا أدي برضو عايز أقول حاجة أن قبل الأولمبياد ودي كانت حاجة برضو اللي أنا محظوظ جدا عليها أن بالضبط وساعة أحيانا بيبقى فيه تعب أو كده ولكن أنا عايز أقول أن والدتي وأخويا وزوجتي أدوني تفرغ تام قبل الأولمبياد بشهرين ستين يوم أنا متفرغ تماما أن أنا أكل ونام وأتمرن فيش حاجة ثانية بعملها ودي حاجة أنا بشوف أن أنا محظوظ جدا أن الحكاية دي يكون عندي عائلة داعمة بالشكل وطبعا أنت عارف وأنت بيقول لك أنا قدمت السبت ستين يوم قدمتهم تاني بقى بص اختيار الأحكام تقليلا على مراتك هو لازم البرتنر تختاره تختاره صح علشان يبقى فيه سبورت في الأوقات كده هذا شيء بديهي يعني برافو عليك طب عايزين برضو نستغل الوقت وفكرة أولمبيات باريس ان شاء الله عشرين اربعة وعشرين طبيعي جدا أي بطل بيبقى بيستعد لها من قبلها بفترة طويلة استعداداتك لده وهل هتوعدنا عمر ان شاء الله في باريس عشرين اربعة وعشرين مصر تحصل على ميداليا والميداليا اللي هتحصل عليها يعني ناخد منك وعدة برضو في عشرة صفحة في الأهلي ونستضيفك بعد الأرمبيات ونشوف يا رب أنا طبعا هقولك بالنسبة الإعداد الأولمبي هو بالفعل بدأ الإعداد الأولمبي ما بيكونش شهر أو شهرين ولازم يكون خطة سنوية محكمة بتبقى كمان أولا انت بتعلم فيها من الأخطاء اللي انت وقعت فيها في السين اللي فاتت الحمد لله ربنا وفقني لقيت ثلاث أولمبي جيمز اتنين منهم فيها مع خالد عصر أخويا واحد الاتنين كنا نمثل النادي الأهلي مع المنتخب في ريدي جانيرو وفي توكيو فإحنا طبعا وقعنا في أخطاء كتير في الإعداد وحصل إصابات وحصل حاجات كده فأتمنى إن شاء الله أن نتدارك هذه الأخطاء ويكون فيه إن شاء الله إعداد أقوى في باريس 2024 إعداد فني وإعداد نفسي وإعداد بدني بإذن الله والنادي الأهلي مشارك في الإعداد ده وده حاجة أنا أفتخر بها الحقيقة لفترة الأخيرة كمان كان فيه أسماء ظهرت ولمعت جدا وده معناه أن فيه اهتمام بالرياضة من قبل الدولة ومن قبل الوزارة لكن هل ناقصنا حاجات معينة بحيث عندنا كتير من عمر عصر عندنا كتير طبعا حابينقصنا حاجات وأعتقد أنها لو حصلت بشكل عام في مصر أو تحديدا في النادي الأهلي ممكن هتحل مشاكل كتير أولا الصغر القعدة اللي عندك أنت عندك قعدة ننس الطاولة في النادي الأهلي في وجهة نظري تستطيع أن تتضاعف الأعداد بتاعتها بشكل كبير مجرد أنت تشرح للناس إزاي لعبة ننس الطاولة مستقبلها باهر أقول لك على حاجة مثلا بسيطة من الحاجات التي يمكن تكون محتاجة أن تفكر فيها موضوع تغيير المناخ عندك كل صيف يبقى حر من الأب هذا ليس كنا نقول كده في بداية الحلقة هذه حيئة المستقبل الألعاب مستقبل باهر لللاعب وليه الأمر النهار الألعاب الشعبية كرة القدم والهندبول كلها ألعاب أو الدور النهار يبقى عندك درجة الحرارة مرتفعة جدا أنت مش تقدر أنك دايما يكون عندك الإقبال الشعبي الكبير لازم النهار ده توري للناس قد إيه لعبة التنس الطاولة هي لعبة مهمة تقدر أنك أنت تمثل نادي بحجم النادي الأهلي سواء محليا أو إقليميا أو حتى عالميا فالناس تجذب الناس أكتر أنها تلعب اللعبة ويكون عندك بدل عمر أكتر ويكون عندك أكتر من هانا جودة ويكون عندك أكتر من دينا مشرف ويكون من سيد لاشين يكون عندك ناس بحجم هذه الأسماء فأنا طبعا مش عاد نسي حد نقاسف يعني كابتن قاشر صبحي طبعا وناس كتيرة يعني بس عايز أقول إن إحنا لازم يكون عندنا هدف يعني توعية الناس قد إيه لعبة ألعاب الفردية مهمة بأهمية الألعاب الشعبية دي أول حاجة تاني حاجة تنسي الطاولة ممكن تدخل دخل مالي كبير للنادي الأهلي بالذات والسبب إن النادي الأهلي هو أكثر الأندية حصولا على ألقاب عربية وإفريقية بلا منافس في هذا الإقليم فبالتالي أنت عندك النادي الأهلي يستطيع أنه يكون عنده بطولات ومعسكرات على مدار السنة بحيث إن صالة النادي الأهلي دي ممكن ما تكون فاضية وتستغل استغلال أولا فني ثانيا مالي والنادي الأهلي ما يصبح فقط أنه عايز أقول أنا أسو يعف تعبير بس مصدر داخل وده من الحاجات اللي بنشوف ها برا قد إيهو بيستغل أنه عنده نجوم فردية يبني عليهم ماركتنج بلان وبيزنس بلان كبير كلامة مع كابتن المحمود الخطيف في الموضوع ده قبل كده كلامة مع كابتن أمير توفيق عشان هو رجل يعني ده مجال شغله في الموضوع ومتهيالي ممكن ناد الأهلي يستفيد جدا بالأبطال الفرديين اللي عنده أن هم يكونوا مصدر جذب لأندية كبيرة ومنتخبات كبيرة عمر بجد والله الوقت بيجري بس أنا وكريم أكيد استمتعنا أستاذة المشاهدين نورتنا والله بجد ومزيد من التقلق ربنا يوفقك يا رب في باريس عشرين وعشرين ومش هنتنازل عن الذهبية توعدنا إن شاء الله بإذن الله هو ده اللي يليق من الأهلي إن شاء الله ومصر طبعا إن شاء الله ودي قدرتك وإمكانياتك وإنت مش أول مش هتكون أول مرة تحقق ده ربنا يوفقك ويكرمك وينجحك ويفرحك بابنك شكرا يا رب نشك طيب إحنا يعني الفقرة الأولى الحوارية خلصت هنطلع فاصل ومنجرد العودة من الفاصل حيكون فيه لقاء ما بين نهواند وطبعا ضيفها اللي حينورنا النهار إن شاء الله وحوار حول الوزن المثالي هذا موضوع أعتقده منك ونتابع الفقرة